جلات منتهية الصلاحية على حسابك الخاص بGoLife اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأسفل هنا نقوم بالضغط على أنا بعد ذلك سوف يأخذنا إلى هذه النافذة نأتي إلى الحقيبة نقوم بالضغط على الحقيبة ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة بالحقيبة هنا كما تروا سوف نقوم بالتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على منتهية الصلاحية وهنا سوف تجد السجلات المنتهية الصلاحية الخاصة بحقيبتك على حسابك الخاص بGoLife وكما ترى هنا لا يوجد لدي أي سجلات يعني لا يوجد لدي سجلات منتهية الصلاحية لأن حسابي شديد ولكن إذ كانت لديك سجلات هنا منتهية الصلاحية سوف تجدها في عديد نافذة وهنا لكم قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك وتعطي لجزة لايك ونتقل في فيديو آخر إن شاء الله